السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجديد في الغياضيات للسنة السادسة ابتدائي الوحدة الرابعة إذن اليوم لدينا الحصة الرابعة في درس تنظيم ومعالجة البيانات من كتابي الجديد إذن ننتقل للصفحة 73 إذن لدينا التمرين الأول يقول هذه نتائج بحت ميداني هم عينة من 1800 شخص أجابوا عن سؤال نعم 894 شخصاً 6 و4 قالوا لا وبدون رأي 302 إذن هنا في هذه الحصة الرابعة أول مرة سأعطينا نمثل أنشئ مخططاً بالأعمدة إذن في الحصة السابقة تعرفنا على الأنواع للميبيانات تعرفنا كيف نستخرج الميبيانات من المعطاية من الميبيانات وكذلك من الجداويل كيف نقارنها إذن أول مرة سأعطينا أننا نمثل مخطط بالأعمدة ولكن قبل أن ننجز المخطط لابد من إنجاز جدول صغير نضع فيه هذه المعطايات لأن الجدول ينظم هذه المعطايات إذن هنا الجدول سيكون كالتالي إذن عندنا السؤال المطروح نعم لا بدون رأي ثم عدد الأشخاص عدد الأشخاص الذين قالوا نعم هو 894 ثم الذين قالوا لا 604 ثم الذين أجابوا بدون رأي لم يكن لديهم رأي من 302 المجموع هو 1800 يعني إذا جمعنا هذا الشيء نلقى 1800 إذن بالنسبة للتمثيل هو كالتالي إذن هنا في المحور ديال الأفاصيل لدينا السؤال سؤال المطروح إذن هنا بالنسبة للميبيان بالأعميدة كنخلي واحد الفراغ بين الأعميدة وإلا غد يكون عنا شابه بالمدراج لأن المدراج ما كيكونش عنا فراغ بين الأعميدة إذن هذا هو الفرق بين الأعميدة والمدراج وكذلك هنا كيكونوا الأصناف هنا ما عناش الأصناف هنا عنا يعني ميزة ميزة هذه ده بكتثمان ميزة في الرياضية وهنا يا عنا محور الآراتيب شنو فيه فيه عدد الأشخاص عدد الأشخاص إذن هنا كي باش كنا نمثلو هذا الشي هذا كنجي وكنشوفه مثلا أكبر قيمة هنا يعني في الجدول 804 أنا في الحقيقة صيبته بالحاسوب يعني بالأكسل باللوجيسيال ولكن إلا بغينا نصيبه بدون حاسوب بش نخص نشوفه نشوفه مثلا 894 هي أكبر قيمة إذن هنا كنجي وكنشوف بش حال غدي نمشي التدريجة اللي غدي نمشي بها أنا إذن التدريجة اللي غنمشي بها غنمشي مثلا 100 إلا مشيت بمية غدي يجيني طويل فهم الأحسن مثلا نمشي بمية ميتين ميتين حتى الآلف إذن حتى لإكسل كي بداي حتى اللغضيناتوغ كي عارف يختار بش حال غاي يمشي لوكن كانت عنا أكبر قيمة هنا 500 غنمشي وغي بمية مية ميتين تلتمية ربعة مية خمسة مية لوكن كانت عنا مثلا 100 أكبر قيمة هنا ملكة تجاو ستش مية غنمشي بمعشرة عشرة عشرين ثلاثين أربعين هنا الاختيار ديال التدريجة مهم الاختيار ديال التدريجة مهم إذن هنا هذا العدد هنا يوكافي حال أصغر قيمة ما هي تلتمية وجوج إذن تلتمية وجوج وهنايا عنا ستمية واربعة وهنا ثمانمية واربعة وتسعين وهنايا بالحق إذا بغينا نبدأ بهذه جهة كذلك صحيح إذن كما بغينا إذن هذا هو التمثيل ديال الميبيان الأول بالمخطط بالآمن دينا ننتقل إلى السؤال أو التمرين الثاني في قسم ثمانية عشر بنتان واثنى عشر ولدا أكتب العدد الكسري الذي يمثل نسبة البانات ثم العدد الكسري الذي يمثل نسبة الأولى إذن هنا سبق إذن هنا نتطرقنا لهذا الموضوع وقلنا بأن العدد الكسري الذي يمثل الكل العدد الكسري الذي يمثل الكل هو واحد والعدد الكسري الذي يمثل البانات ثم العدد الكسري الذي يمثل الأولاد وهنا هذا العدد الكسري العدد الكسري إذن كما يمكنه هذا بقين فرق بين العدد الكسري والعدد العدد ديال التلاميذ إذن العدد الكل ديال التلاميذ ما حال سيكون الذي يكافئه العدد الكسري 1 هو 12 زائد 18 يعني 3 عدد البانات 18 عدد الأولاد 12 كيف سنلقى العدد الكسري الذي يكافئ البانات إذن سنقسم هذا 18 على 3 18 على 3 وهنا سنقسم هذا 12 على 3 وهنا سنقوم بإختزاء سنختزل هنا مثلا ب 6 وهنا ب 6 إذا سنختزل هذا ب 6 سيأعطيني 18 على 6 ثلاثين على 6 سيأعطيني 5 إذن 3 على 5 هو العدد الكسري الذي يوافق عدد البانات ثم هنا سنقسم على 6 إذن إذا قسمت هذا على 6 سيأعطيني جوج وإذا قسمت هذا على 6 سيأعطيني 5 إذن جوج على 5 إذن هذا هو العدد الكسري الذي يوافق لأولاد والبانات سواء مختزل أم غير مختزل هذا بسؤال الآخر أمثل هذه المعمومات في مخطط بالأعميدة بحال قبيلة إذن المخطط اللي خصنا نتلو فيها هذه المعطيات هو المخطط بالأعميدة وش غادي نستعملوا هاد الأعدد الكسرية لا ما غاديش نحتاجوا هاد الأعدد الكسرية هالسؤال ما عنده علاقة إذن هنا غا نضع جدول عاوثين ننضم المعلومات ديلي في جدول قبل أن أمتي لها في مبيان مخطط بالأعميدة إذن عندي الجنس شكا نقوله الجنس يعني البانات أو الأولاد ثم العدد العدد ديال اللي بانت عندي 18 والحدد ديال الأولى 12 إذن إذا بغيتنا تبقى هنا التدريج اللي غادي ناخده عنا أقصى عدد ما كيتجاوش 20 إذن لاحظ إذن كنجي كنحط أقصى 20 ودهك العشرين كنحاول نقسمها على حساب طول متاع الورقة مساء إذن كيمكن نمشي بالربعة وكيمكن نمشي بالخمسة إما غا نمشي بخمسة تدريجا ندير فيها خمسة 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 أولا ندير فيها ربعة 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 إذا درت فيها أكثر إذا درت جوج جوج غادي جعوا تاني بزاف غادي جي الميبيان طوال ولكن هنا أخطي نعرف نختار الخطيار الصحي إذن هذا بالنسبة لأولاد إذن هنا شنو عندي هندي الجنس الجنس ديال الأشخاص وهنايا العدد عدد التلاميذ أو الباد عدد التلاميذ إذن هذا هو الميبيان إذن هنا يجينا للقوات توكافئة 18 وهذه توكافئة 18 إذن هذا كل ما يتعلق وهذه الميزة ما يتعلق بهذا المخطط إذن ننتقل إلى السؤال الثالث لغرافيك أمبار لغرافيك أمبار هو المخطط بالأعميدة هو المخطط بالأعميدة لغرافيك أمبار ربريزانت لنمبر تامبر دو 4 بيه ديفيرون كسارا أمبار إذن سورا جمعات التوابع التوابع البريدية نتاع وحد ربعا ديال البولدان سوغرافيك سيركولار إذن هاد الميبيان عاوتاني هادا الدائري هادا أمبار وهادا الدائري سيركولار ربريزانت لميو لسانفرماشن دو غرافيك أمبار إذن دابا شكون في هاد لغرافيك سيركولار اللذي يوكافئ هاد إذن هنا خصنا نعرف نختار شكون فيهم إذن هنا خصنا نشوف بعدها عندي لابار الحمرة كتمت تلتسعين يعني هنا خصنا نشوف الحمر هو اللي خصي يكون كتير إذن إذن كلهم فيهم لو ماغوك ولا إلا كان لو ماغوك إذن أم إذن هنا كلهم فيهم الحمر كتير مزيان إذن خصنا نشوف عاوتاني الزرق هو اللي يكون قليل إذن هنا خصو يكون أقل منهم بثلاتة إذن هاد الزرق أقل منهم بثلاتة هنا لا إذن هذا لا يكافئ هذا الميبيان لأن الزرق عندنا أكثر من الصفر والخطر عاوتاني هنا الزرق أقل مزيان وهنا الزرق أكثر إذن هذا لا يكافئ بقول إذن باش نفرق بين هذا وبجوز قدي نشوف هنا عندنا هذا كيمتل النص متاع هذا إذن شكون هي الحالة اللي كتمتل إذن بأن الزرق يمتل نص إذن هي هذه هنا الزرق زيت شوية زيت شوية إذن لا يمتل نص الأصفر ونص الأخضر زائد أنه هذا كيمتل التولود إذن هنا الحمر التولود إذن هذا الذي يكافئ إذن هذا كذلك لا يكافئ هذا الميبيان إذن الجواب الصحيح هو هذا إذن غير هك إحنا قدرنا نفرقه بين بنته إذن زائد إذن إذا إذن إذا هل يحل علينا القيمة هنا 60 هنا 60 30 هنا 90 إذن إذا إذا إذن إذا نتأكد لنقذ من خلال الألوان ومن خلال الأخر إذن سنجي إذا نتأكد لنقذ 60 وهذا 60 يعني يمتل النص وهذه 30 120 إذن هذا 120 وهذا 120 وهنا ره النص ثم انها تسعين كتبتل تولوت اذا تولوت تقريبا تقريبا ماشي بزال ماشي تولوت اكزاكت اذا هم المؤشرات اللي كتخلينا نحكمه على ان هذا هو المخطط الدائري الذي يكافئ المخطط بالاعمدة اذا ننتقل التمرين الرابع جيوتيليز الاستوغرام دون هنا الاستوغرام هو المدراج ماشي الاعمدة الاستوغرام هو المخطط بالمدراج اي جو ريپوillon او كسيون دون هنا نجاوبول على السئلة انطلاقا من هاد الاستوغرام كمبيان دو وزيترون انتر 15 اي 29 او دون 15 اذا نشوف انه هنا نهاية 15 هذه يیا 15 و فينا يیا 29 او هذه يیا 29 او اذا هيا هاد هذه القيمة خصينا عرفش حالكي اسكاف إذن هنا هذه القيمة هذه تكون هي 40 هنا يا 40 50 هذه إذن هذه 60 إذن هذه 40 إذن هذه تكون كافية الخطاوفين بين هذا الشي إذن هنا 40 إذن الـ number 40 40 visitor كل group دابا ما سولوني هنا الـ number دابا سولوني الـ group يعني هذا هو الـ group دابا سنجاوب من المحور الأفاصيل هنا جاوبت من المحور الأراتيب إذن كل group داج a enregistrer 60 visitor إذن دابا غادي نمشي ناخد 60 ونشوش كنا هاي 60 إذن هذه إذن الـ group داج بين 60 و 74 إذن 60 entre 60 et 74 هذا هو الـ group داج الذي يكافئ 60 ين visitor كمبين ياشاولين yavه تيل دو 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 75 دو 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 اذا اردونا التقليد يوجد السؤال لدينا التصويرين من بين 30 و 40 و بالاستوارين من بين بين 75 و 40 لكن يكون أن هذه التقليد أكثر اذا سنتقوم بالضبط و سنقوم بإمكانه على الأراطيب بأن يتمينوا التقليد و يجب علينا التقليد ويجب علينا التقليد يجب أن يكون تقليل على مقهرات أخرى الآن المغرفة بين 30 و 44 يجب أن يكون هذا المغرفة لننكتبها هنا المغرفة بين 75 و 89 يجب أن يجب أن يكون تكافئاً هناك النصف من 20 و 40 لن يجب أن يجب أن يكون تكافئاً لن او نصف هذا المغرفة فهناك في النوم 80 و 30 يجب أن يكون فيزيتر هنا visiter و هنا يوجد كذلك visiter visiter la question la dernière question quel est le nombre total de visiteurs des zoos en ce jour يعني ايش حال le nombre total يعني جميع les visiteurs من جميع les âges من كل أعمار إذن هنا سوف نضع كل أعمار سوف نضع فيها شحال عندها إذن هنا 40 هنا 30 سوف نسهل الأمور هنا 90 هنا بين هذا 60 إذن هنا نجمع لدينا le nombre total de visiter 40 plus 30 plus 80 plus 80 plus 60 plus 30 نحسب ذهنيا نعم إذن كنا نحسب ذهنيا إذن سوف نجمع هذه الأعداد 4 plus 3 7 7 plus 8 15 15 plus 24 24 plus 36 33 33 إذن 330 visiter الذين يظهر هذا الوزوء هذا الحديقة للحيوان هنا البداية لم يضع روش ما ذلك روش شنو هو واحد الخرعة قالوا النبي إن الأمر يتعلق باش بواحد الحديقة الوزوء إذن أعتذر هنا 50 ماشي 40 هنا 50 وهنا 40 إذن راح نجاوب على هذا السؤال هنا 40 500 هنا 350 وهنا وهنا إذن 350 إذن 350 فيزيتر إذن كل ما يتعلق هذا هذا البداية إذن هذا كل ما يتعلق أيضا بهذا الدرس تنظيم ومعالجة البيانات من كتاب الجديد في الرياضيات للسنة السادسة تنظيم